بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أرحب بكل السادة الوزراء في هذه الجلسة التي اعتبرت جلسة استثنائية نتمنى أن تكون الأخيرة لها الحكومة وعليها أبدأ في بداية اجتماعي بتهنت فخامة الرئيس الدكتور عبد الرطيف رشيد بمهام انطلاق مسيرته في قصة السلام في بغداد كرئيس الجمهورية العراق وكذلك أتمنى كل التوفيق للأخ محمد الشاع السوداني رئيس وزراء المكلف بتشكيل حكومة وأتمنى له كل التوفيق بهذه المهمة الصعبة وأتمنى من قوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة الأخ السوداني وتعطي حرية في اختيار كابينتا هذه الحرية التي تم حرماننا من عدها حتى يقوم بواجبة في اختيار كابينتا ويقوم في خدمة شعبة ونحن عدنا ثقة كاملة أن الحكومة القادمة يجب أن تكون هناك موازنة سريعة لكي تقوم بمهامها واجباتها تجاه الشعب تعرفون ظروف هذه الحكومة كيف بدأت؟ بدأت بوضع اجتماعي معقد كانت أغلب مدنة بيد أبنانا المتظاهرين وكان طالب بإصلاح النظام السياسي وتوفير الحد الأدنى ملايشات وفر كرامة وحياة المواطنين ودفعت هذه الحركة اللي أسميها أنا حقيقة ثورة وليس فقط مظاهرات دفعت كثير من الشهداء من شبابنا أبنائنا والكثير من الإصابات الخطيرة من أجل ماذا؟ من أجل كرامة ومستقبل العراق وعلى الظو تلك الظروف جاءتها الحكومة وتشكلت بوضع صعب جدا اقتصاديا كنا على حافة انهيار اقتصادي حقيقي وكانت تحديات وباء كورونا وكذلك انهيار أسعار النفط وكذلك الصراع الدولي الذي أراد البعض أن يحوله لا حديقة خلفية للصراعات الدولية أقليمية والحمد لله وشكر بالصبر وبالحكمة نجحنا بعبور كل هذه التحديات وضعنا خطة اصلاح منذ اللحظة الأولى في الاقتصاد وأسسنا لرؤية اقتصادية جديدة عن طريق الورق البيضاء ورق اصلاحية يميش العراق منذ فترة طويلة ونجحت بأن ننقذ اقتصادنا وننتقل به من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النمو والآن العراق سجل حسب تقارير دولية معتبرة أسرع نمو بالشكل أوسط وثاني دولة بالعالم بالنمو بنسبة تسعة فارزة ثلاثة هذا تقرير دولي يؤكد على صحة ما قامت في الحكومة وهذا التقرير صادر بهذا الشهر ولكن هناك من لم يتبنى الحكومة وهذه النجاحات أن تسجل باسم هذه الحكومة فيشكك بكل شيء البعض يقول هذه الوثيقة قديمة يوم في شهر اكتوبر صادر هذه الوثيقة مع كل هذا البعض شكك بإصلاحات الحكومة الاقتصادية وشكك بكثير من إجراءات الصحية حقامة الحكومة وأحب أن أذكر أنتم موجودين هذه الحكومة عمرها سنتين ونص معناتها جدت 28 شهر لم تستلم فقط 6 أشهر من الموازنة مع كل هذا نجحنا بعبون مرحلة مهمة استلمنا احتياط في مرحلة التراجع كان 49 مليار اليوم عندنا احتياط 85 مليار دولار وكان عندنا احتياط بالذهب قريب 96 طن اليوم عندنا بحدود 134 طن ذهب هذه مجدتي اعتباطا البعض يقول أسعار النفط لا مصحح كثير من دول العالم أسعار النفط ارتفعت بس ما صارت التنمية أو نمو ليش الورقة الاصلاحية اللقمنا بها النقطة الأخرى من اللحظة الأولى كانت عندنا رؤية في اصلاح وزاة المالية التي تبنىها الوزير السابق وقدمنا مجموعة مشاريع الاصلاح وكانت تلاقي اعتراضات شديدة من بلمانين وكتل السياسية لمنع الاصلاح في وزاة المالية والبقاء على آليات تقليدية متوالة من العصر فاذكر جيدا كيف أن الوزير قدم مشروع المحاسبة الشاملة هذه تطلب أتمتها وتطلب أساليب جديدة الكل حاربها مع كل هذا مشينة بها ولكن هات استغرق وقد المحاسبة الشاملة ساعدنا في إيقاف الهدر والفساد وإيقاف عملية تلاعب في كثير من قضايا كما حصل في موضوع الأمانات في الضرائب التي اعلننا عن كشفها وحاول بعض أن يحمل الفاسدين واللصوص بتحويل التهمة أو الاتهام للحكومة أولا هذا من يخص حكومة يخص دار من دوار وزاعة المالية مع كل هذا أنا أول من نبهت السيد الوزير السابق على هذه الظاهرة في عام 21 وطلبت مننا نطل التوجيه يقوم بتحقيق وعلى ضوء التحقيق أصدر السيد الوزير المالي السابق الدكتور علاوي أمر بمنع صرف أي أمانات بالضراء بدون الموافقة أو حصول موافقة الوزير وبدأ التحقيق في هذا الموضوع فالبعض يحاول أن يعقل أي نجاح منذ اليوم الأول أعلننا مشروع محاربة الفساد وحاربنا الفساد وتعرضنا لضغوط كبيرة وتهديدات وابتزاز وشفنا هذه الحكومة لم تحصل على رعاية بل لمانية والأسباب معروفة وإنما معارضة مستمرة لأن مصاح البعض تضررت أعلن منذ اليوم الأول محاربة الفساد وسوف ننهي آخر يوم من هذه الحكومة بمحاربة الفساد ما تم أعلان عنه عن موضوع الضرائب هو واحد من التحديات الكبيرة التاريخ سوف ينصف هذه الحكومة وسوف تبين التحقيقات التي يقوم بها القضاء بكل هدوء القضاء بدأ بالتحقيقات منذ أشهر وبكل هدوء ولكن البعض عرف أنه المنسلحة توصل فحاول أن يثير رجة ويستغل بعض الظروف لخلق فوضى لكي يغطع الفاسدين حقيقين وأسباب هذه المشكلة عندما لم تنجح الوزارة منذ أكثر من سبوطة عالسنة على إيجاد نظام أتمة الإلكتروني يتكامل مع العصر مع آليات الحساب الصحيحة لو كانت هذه النظمة موجودة كان موقعنا بهذه المشكلة وهذه القصة مع الأمانات الضريبة ترى عمرها طويل ما العلاقة بالحكومة عمرها قديم ولكن مع كل هذا اتخاذنا قرار بموضوع المحاسبة الشاملة تم اتخاذه والتنفيذة بس يحتاج وقت لأنها يحتاج إعادة هيكلية وترتيب بعض الإجراءات في الوزارة تم اتخاذه وكذلك تعرفون تتكروني منصات الضجة على موضوع أتمثة القمارك منصات أنها مشكلة وشانت هناك اعتراضات كثيرة من البعض اللي منعنا ولكن الحمد لله شكر وقعنا اتفاقيات مع الممتحدة اللي عادة أثبتت بعض مفاصلات المالية ولكنها العملية تحتاج سنين طويلة لأننا نقوم بها منذ عام 2003 كل دول منطقة قامت بها والأنظمة القماركية اللي اقترحناها تتلائم وتتكامل مع 90 دول بالعالم ومن ضمها كل دول الجوار العراقي لكن مع الأسف الشديد هناك من يحاول أن يبتز الحكومة ويخرج بخطابات شعبوية وابتزازية وللتسقيط هدفها من أي إنجاز لها الحكومة والحمد لله والشكر حققنا الكثير الكثير نفتخر به جميعا كحكومة كوزراء ونلتفت للأصوات النشاز اللي تحاول تبتز تحت عنوين حريصة على المال عام وهي أكثر أطراف متورطة بالهدر وحماية الفاسدين أقول لهم يقول صراحة ما أقول هذا اللي علينا سوينا البعض استغل سياسة الصمت اللي تبنيناها من اللحظة الأولى العراق بمشاكل كثيرة أخوان وتحديات كثيرة وأنا التجئت باللحظة الأولى لسياسة الصبر والصمت مرد الكبر المشاكل وندخل في مناكفات سياسية في بيئة الفقر صار جزء من عدها وقلت توفير الخدمات وتخصير في التعليم فجينا حتى مرد ندخل في مناكفات نصنع اليأس عد الشعب فقلنا نسكت ونجعل العمل هو يبرز نفسه ونصنع فرصة أمل عد الناس فمرد ندخل في مناكفات تحبط من عزيمة الشعب فتحملت من عيون الناس ومن عيون الشعب العراقي الكثير من التهامات والافتراءات وحتى محاولات اغتيال تعرض ثلاث محاولات اغتيال وسكت وصبرت ولم أطور الموضوع بالرغم أن المحاول آخرات كان هناك ضغوط دولة تدويل القضية رفضت التدويل حماية من أجل العراق والعراقيين وسكتنا ولكن هناك من يحاول أن يشكك بأي خطوة بالحكومة بأي خطوة تقوم به لصاح العراقيين مع كل هذا أنهني ويجب أن نحمي كل من رفع راية محاربة الفساد والناس تعرف الحقيقة هذه المواقع أو الحملة للتشويش وعكس أو انحراف محاربة حرف التحقيق أو التأثير عليه بتهم باطلة الناس تعرف ها ترى ما تنطوي هذه الالعيب عن الناس الناس عرفتها من الفاسدين ويعرفون كحيتان كبيرة وراء هذه العملية وهناك أطراف عديدة حالة تضغط صورة مباشرة غير مباشرة أن الوزارة متقوم بإجراءاتها هذه مع كل هذا نحن 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 الحكومة كما ذكرت منذ اللحظة الأولى تزمنا سياسة الصمت تحاشيا لأي محاولة لأي بعض الناس أن الحكومة والكتل السياسية وبعض الفعاليات تدخل في سجالات وناس الشعب فسكتت حتى لا أصنع ليسعد الناس كون عن طقة ونحن نحن نحن قليلين لا أعرف بما يحصل على الأرض الدولة تعرف كل شي كل شي تعرف ولا قاتل الدولة تريد أن تفتح من الفاتسة وزلازل ترى الوضع لا يتحمل زلازل يتحمل بناء يتحمل بناء ويتحمل صبر من أجل المستقبل العراقيين أجل المستقبل العراق فأنا بس حبيت أقولكم أشكر كل سهل الوزراء اللي التزموا بالتوجيهات التزموا في صيانة المال العام وكذلك محاولتهم من التقديم خدمات بأصعب الظروف ما مرأ العراق حكومة بقى سنتيو نص بدون موازنة بس نتان ستتشور ما مرأت كيف اشتغلتوا إنجهنا نحول اقتصادنا نومينهار وبنيننا نوع من النمو الاقتصادي في عالم يعيش تراجع كبير وتحديات كبيرة في كل دول عالم الحمد لله شكر حصلنا على المركز الثاني عالميا بالنمو واليوم وزعنا عليكم إنجازات حكومة العام الماضي مثل هالوقت وزعنا الجزء الأول واليوم ننهي عمرها الحكومة مع تقديم التقرير للأداء الحكومي ونسبة تنجاز به نسبة كل شعالية البعض يشكل علي إنه التسويق ما تقطع نعم إنه خلق التسويق لما اعتمدنا على المال الفاسد بصناعة جيوز الكترونية أنا لا أمن بالجيوز الكترونية وأمن إنه في السياسة يجب أن تكون هناك حد أدنى من صفات الفرسان وقيم الأخلاق في العمل السياسي لأننا نعمل نعمل من أجل الشعب وليس نعمل من أجل أجندات حزبية ضيقة أو مثهبية أو أثنية نعمل من أجل الناس وخدمة الناس ولهذا أحب أن أذكر ما أكو حكومة أو دولة ناجحة أو فاشلة لأنها تثروات الدولة الناجحة التي تستثمر بعقول الناس بعقول الشعب هذه كثير من دول العالم عدها تروات ولكن فاشلة وكثير من دول العالم لم تتمتلك تروات ولكن دول ناجحة اليوم عندنا سنجابور نموذج دايواند دول صغيرة تمتدك رابع وخامس احتياطي بالعالم حتى حصوا معتهم يستوردون حتى حصوا معتهم يستوردون ولكن بينها الدول الكبيرة تحرط إلى أيقونات العراق يمتلك التاريخ ويمتلك الكفاءة ويمتلك جيل شبابي ويمتلك تروات ويمتلك جغرافي وتاريخ وثقافة فكل مقاومات النجاح موجودة عندنا اللي نحتاج الأبوة ونحتاج هو كذلك الصدق في التعاطي مع ملفات تقدم شعبنا وتقدم ناسنا فينات كلام مرة ثانية أطلب من القوى السياسية دعم الحكومة القادمة وأعطاه فسحة للسيد وزراء المكلف أن يقوم بهمت في أسعى وقت واتهيئون نفسكم ملفات فيما يخص تستيم زملائكم من وزارات القادمين كل وزارة وزارتها أحب أن أشكركم وأشكر جميع من دعم هذه الحكومة وبكل تأكيد رهاننا وأمننا بالشعب العراقي أن يكون يتفاعل وعند أمل بأنه المستقبل يكون أفضل من حاضره